بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء وموسائل أسرة التربوي والكاتب الصحفي عبد الرحمن نومان الذي توفي مساء أمس إثر معاناة مع المرضى في العاصمة الموقتة عدن وأشهد فخامة الرئيس الجمهورية بمناقب أدوار الفقيد خلال مشوار حياته التي أفنى جلها بمجالة التربية والتعليم وتنوير المجتمع معبرا عن حر التعازي لأسرة الفقيد بمصابهم العليمة مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلا وذويها الصبر والسلوان